بسم الله الرحمن الرحيم السؤال بسط جداً ليه الكلب يحرق ديله الإجابة ببساطة لأن الديل أطعف من الكلب لو الديل أقوى من الكلب كان الديل هو الحرق الكلب خلينا نتحدث في نقطة أخرى أي دولة مثلاً دولة أمريكا الرئيسة عندها مشكلة لو لم يحلها ممكن أن يكمل أو ينزع منه سيكوبطورة ديمقراطية قال وهي أن الموارد الموجودة في الدولة أقل من الحياة المفروضة يحدث فيها مفروض هو يعمل طرق مثلاً الانتخابات مثلاً وعداً يعمل تأمين صحي لكل الناس مجاناً ويعمل كل الوعاد التي تتخيلها يجيل فلوس منهم قدامه حالين لا يفرض ضرائب وده ساعتها تحصل مظاهرات وتحصل مشاكة جداً وأكيد طبعاً لن يتخمر ثانية ده لو عارف يكمل الحاجة الثانية هو يأخذ فلوس من دول أخرى لا يأخذ ديون لا يكون هناك قرد وتحصل مشاكل على سبيل المثال مثلاً بوش دخل بعض الدول وخربها وأخذ الفلوس كان بدان هي حرية وليس حرية لكن الموضوع كان يسند القصود وخذ دهب كثير جداً وخذ بترول وخذ 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 وترامب أخذ فلوس كثير جداً من دول العربية يحسن بها الاقتصاد ويحسن صورته ويجعل الناس يأخذ من طريقة أفضل لماذا يعمل كده؟ لأنه أقوى فهيضر يسيطرته ويحرك ويجعل الجانب الأخر يتحرك ويعمل أهداف فتحته له إحنا أقوى ويحسن فعلاً أقوى بمعادلة كثير جداً بالموارد اللي ربنا ندهلنا بس هيا الفكر كلها انه مصيطر عندنا صورة انه هو الأقوى وانه هو لازم نسمع كلامه ولو قال حاجة لازم نعملها ولو قال لنا قمتوا على بياض نمدي لأنه نحن متخيلين 99% من أوراق اللعبة في أمريكا وطي رئيس عربي قالها فهيا الفكر كلها انه لازم تبقى واسق وتبقى مطقن وتبقى كل الدول مع بعض وتحاول تستورد من أكثر من مكان باش من مكان واحد على اساس ان المكان ده ما يقدرش يسيطر عليك انت لو عملت مقاطعة لأي منتج أمريكي هتأثر على الصوت بتاعه فمحتاجة بس حب التفكير وحب التثقة في النفس وان الدول العربية كلها هتبقى على قلب رجل واحد وانا اتمنى هذا فيه فيلم بيتكلم برضو من واجهة نظر أخرى ويش زادوج اللي هو ديلك كلب هذا يقول ان رئيس أمريكي كان عنده مشكلة رهيبة جدا اتطرط مع واحدة والناس كلها بتتكلم فقال لك ايه انا اشغلهم بان انا ابتكر ان فيه حرب مثلا معينة وابتكر حرب مع دولة محدش يعرفها من قرد ان يشغل الإعلام فدي فكرة برضو ديلك كلب ان هو جاب موطوف تافي تمام اللي هو الديل واشغالهم عن قضية كبيرة جدا ان كانت تأثر على الدولة يعني زي مثلا ما عملوا واحدة قالت مش عايزة اشرب ماءة النيل لانها فيها بالهارسية كلمة تظهر يعني غلطت على مشكلة النيل يعني فيه مشاكل كتير بتحصل وعشان يشغلوا الناس بالامر السياسي اللي هيأثر على حياتهم بيشغلوهم بحاجة كده ايه زي ديل الكلب الكلب يهد ديل وفانت تعطي تبص على الديل وتنسى حاجة الرأسية تمام ففيه بعض الحاجات كده ويعني حاولت تفرج على فيلم دال انه فيلم ممتاز جدا ووش دا دوك او دير الكلب انسى موضوع بصر العصفورة وان انت تركز على الحاجة الأسية الحاجة الأسية ازاي ان ابن بعادنا ازاي نعمارها انا دور ايه في التعمير سبك من الكلام الكبير والدولة انت حاولت بقى انت حاجة تصلح حتى لو تصلح في محيط شرع بتاعك في محيط البيتك دا حاجة اللي نطلوب منك وده اللي اقدرت اعمله فا اعمله وربنا وفاكو وادين عارف منها الكلب بحرك دول ليه